هذه أبرز العناوين حارس متألق على ردار وليد ريقراقي بعد تراجع مستوى التقنوتي وليد ريقراقي يفاجئ حكيم زياش بهذا التصريح الجديد مدرب إشبيليا يفاجئ يصفنصير بتصريح متير والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حارس متألق على ردار وليد ريقراقي بعد تراجع مستوى التقنوتي أفادت مصادر إعلامية يوم الجمعة أن مدرب حراس مرمى المنتخب المغربي عمر الحراق يفكر في استبدال أحمد ريد التقنوتي بحارس مرمى جديد وبحسب ذات المصادر جاء هذا القرار بعد تراجع مستوى حريس فريق الويدد رياضي أحمد ريد التقنوتي في الفترة الأخيرة وتشير المصادر ذاتها إلى أن عمر الحراق يتابع حاليا بعد حراس البطولة المحترفة من أجل استقطابهم وكشفت ذات المصادر أن اهتمام مدرب حراس مرمى المنتخب المغربي يتجه نحو مهدي بن عبيد حارس مرمى فريق الفتح الرياضي وليد ريجراجي يفاجئ حكيم زياش بهذا التصريح الجديد كشف الناخب الوطني وليد ريجراجي أن استبعاد حكيم زياش من طرف الناخب السابق البوصني وحيد خلالوزيتش قد أغضبه كثيرا وقال ريجراجي في مقابلة مع صحيفة ليكيبال فرنسية أن زياش كان مستاءا جدا من استبعاده عن المنتخب المغربي ما جعل أمر الحديث معه رجلا لرجل صعبا وضف ريجراجي أنه اضطر للمرور عبر صديق المشاركة والحديث عبر تقنية الفيديو بعدما أصبح يجيب على مكالماتها وأكد ريجراجي أنه واللاعبين كانوا يجمعون على ضرورة عودة زياش وعدم تصور عدم حضور العناصر المميزة من أجل التحقيق الانتصار ويرى ريجراجي أن العودة إلى الرباط واستقبال جلالة الملك محمد السادس والشعب في المطار هي صورة اللصقت بذهنه وجعلته يدرك حجم المشاعر التي انتابتها وأشر ريجراجي إلى أنه واللاعبين كانوا يتابعون من يجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي مردفا بالقول هؤلاء الأمهات والجدات هؤلاء الصغار من فتيان وفتيات هنا تعلم أنك أترت حتى في أشخاص بعيدين عن كرة القدم وجعلت شعبا يشعر بالافتخار وأوضح ريجراجي أنه قام بعملية تشريح لجميع المباريات رفقة الطاقم من أجل وضع أسلوب لعب حيث استقر على خطة 4-1-4-1 وهو الأسلوب الذي كان يلعب به مع فريق الوداد الرياضي ومقتنع بها وذلك في جوابي على سؤال كيف استعد للتظاهرة العالمية الكروية رغم المدة القصيرة التي تسلم فيها المنتخب وتابع ريجراجي قائلا بعدها أخبرت اللاعبين بما أنتظروا منهم ضاعفت من اتصالاتي وصفرت والتقيت ما بين 40 و 45 لاعبان مدرب إشبيليا يفاجئ يوسف انصيري بتصريح متير أكد المدرب الأرجنتيني خرخ سانباولي على أنه يريد مهاجما بإمكانه تسجيل 20 هدفا فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الحالي ويأمل أن ينجح الدولي المغربي يوسف انصيري في القيام بذلك وقال سانباولي خلال المؤتمر الصعفي الخاص بمباراة اليوم ضد جيرونا بخصوص قرار يوسف انصيري بالبقاء رغم وجود عرض من ويستهام يونيتد الإنجليزي وقال سانباولي لست أنا من يدير السوق وحينما سيغلق المركات الشتوي أبواب سأقوم بإجراء تقييم شامل بالنسبة ليوسف آمل أن يتمكن من تسجيل 20 هدفا ويساعدنا على الخروج من الوضع الذي نحن فيها وأضف أهم شيء بالنسبة لنا جميعا هو أن نتبت أننا نستطيع إحداث تغييرات ما زلنا في مرحلة نشعر فيها بعدم الارتياح تجدر الإشار إلى أن أشبيلي صاحب الخمسة عشر نقطة يعاني في أسفل الترتيب حيث يحتل المركز السابع عشر في الدورة الإسبانية ويبتعد بفريق الأهداف فقط عن قادش صاحب المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط أناحي تفوق على مبابي ونيمار في الليغ آ تفوق الدولي المغربي عزدين أناحي لعب أنجار فرنسي على النجم الفرنسي كليام بابي والبرازيلي نايمار نجمي باريسان جرمان وذلك في تصنيف أفضل المراوغين في الدورة الفرنسية وتشير الإحصائيات إلى أن أناحي يعد تاني أفضل المراوغين في الليغ آ ب37 مراوغة نجحة بعد النجم الأرجونتين ليون الميسي نجم الفريق الباريسي صاحب 48 مراوغة هذا الموسم ومتصدر القائمة وتفوق النجم المغربي على مبابي صاحب المركز الخامس في القائمة بمجموعة 30 مراوغة نجحة ونيمار الذي يتوفر على 28 مراوغة نجحة هذا الموسم والذي جاء في المركز الثامن ولفت عزدين ناحي أنظار العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها كل من نابولي الإيطالي وبرشلون الإسباني وليتزيونايتد الإنجليزية وذلك بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي الذي أنهى منافسة موندي القطر 2022 في المركز الرابع وذلك بالهزامه أمام ناظره الكرواتي بهدفين لوحد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في المسابقة الكشف عن العلاقة التي تربيط بيب جوارديولا بالمغرب كشفت صحيفة مكسيكية عن الأسباب الرئيسية وراء تسمية المدرب الأسباني بيب جوارديولا بالمغربية وأشارت الصحيفة المكسيكية فوتبولت نقلا عن النجم الدولي الأورغواياني الأسباق كريسيان أبرو أشارت أن المكسيكيين أطلقوا على جوارديولا لقب المغربي عندما كان يلعب في الدورة المكسيكية مع نادي دورادوس وقال أبرو الزاميل جوارديولا في الفريق المكسيكي عام 2006 أن جماهير النادي كانت تطلق عليها لقب المغربية بسبب اعتقادهم بأن بيب يحمل ملامح مغربية ويشبه المغرب وقال أبرو إنه لا يزال يطلق لقب المغربي على جوارديولا مؤكدا أن الأخير يضحك عند سماعها ويعجبه كثيرا وعاد الحديث عن لقب جوارديولا بالمغربية بعد كأس العالم قطر 2022 وتتمين المدرب الأسباني الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي رونالدو يزور تدريبات ريال مادريد استعدادا لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسبانية حرس النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو على زيارة زملائه القدامى في ريال مادريد الإسباني مع مدربه السابق الإيطالي كالوانشلوتيا في العاصمة السعودية الرياضة وذلك قبل مبارة نهاء كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة وربما لم يكن عدم زيارة رونالدو لزملائه القدامى في الفريق الملكي خاصة أن ريال مادريد يتدرب في مركز تدريبة فريق النصر ورغم ذلك تلقى النجم البالغ من العمر 37 عاما استقبالا حارا من زملائه في فريقه السابق أثناء تدريبات استعدادا لمواجهة برشلونة اشتركوا في القناة